نفس الان يجب ان يدخل الى الى الياف الغدائية بشكل كافي هناك دراسات تتجميع ما بين الان يجب ان يحافظ على حركة الدراسات الآن تقول لك بأنه لا يجب أن ندوزه 31 دقيقة أو 40 دقيقة ونحن نمتكين. يجب أن نحرك ونمشي ونجيو. بالنسبة للكونستيباسيون. هنا بعض الحيان تستطيع أن تكون للكونستيباسيون هي نتيجة مرض. هنا سأجد أن نجواب على للكونستيباسيون. بعض الحيان تستطيع أن تكون نتيجة المرض وبعض الحيان تستطيع أن تكون نتيجة النظام الغذائي وفي جميع الحالات نظام الغذائي لديه دور كبير ودور مهم. لذا كنت نستطيع أن تكون للكونستيباسيون لديها علاقة كبيرة بثاف مع المادة اسمتها الألياف الغذائية. سوف نحاول أن نبسط لكم ما أمكن ونشرح لكم هذه الألياف الغذائية في مكان. لذلك هذه الألياف الغذائية أم نورا التاريق أتلك الكوليستيرول. أتلك الكوليستيرول. لذلك هذه الألياف الغذائية تتسرع النا لتخونزي تنتيسينا على مستوى الأمعاء. وبالتالي لا تبقى لديها مشكلة القبض. لذلك هذه الألياف الغذائية أين كنت تفهمه؟ هذه الألياف الغذائية كنت بطبيعة الحال في مجموعة من الأغذية. وهذه الألياف الغذائية هي التي تساعدني وهذه الألياف الغذائية هي التي مهمة بالنسبة لخفض نسبة الكوليستيرول في الجسم واللخفض نسبة السكريات في الجسم بالنه هذه الألياف الغذائية تتقومها في الحبوب pink, وعاف الخبز كふ ك client, يتلق hakk وصل الخضر لفواكيه و Christ Lou's, وغنية في الفواكيه الخمسة الرائع لذلك القدام بشعاع نقول لكم الخبز بالنخالة أو للخبز ديالشعير ضروريين بزاف ومهمين بزاف بالنسبة لجسم ديالنا لأنه مبين الأهداف ومبين الفوائد ديال ديالالياف الغدائية أنها تتساعدني باش نتخلص من السموم اللي عندي في الجسم ديالي وتتساعدني باش نتخلص كذلك من السكريات ومن الدهون وتتساعدني باش نقي نفسي من المشكلة ديال القبض لان متبوت أن الألياف الغدائية الناس عندهم مشكلة للقبض يأخذوا الألياف الغدائية وكانوا نقطة أخرى شرب الماء شرب الماء كذلك عندها علاقة كبيرة مع المشكلة ديال القبض هداف الشرب على الكيف ما تنقول لكم دائما يترون نصا جوش يترون في النهار ضروري باش نتفادوا أنه نوقع في هذه المشكلة ديال القبض ألوغ بالنسبة للسكريات كان سؤال حول السكريات الناس اللي تتناولوا السكريات بشكل كبير دوك هذه النقطة اللي كنا ندرنا عليها في العديد من الحرقات ودائما تنشيلها نقول لكم ودي راه حاولوا دائما تبعدوا من هداك المشكلة ديال السكريات بزاف لماذا؟ لأنها تتستهلك سكر الأبيض يستهلك نعم كونستيباسيون يلإمساك نعم دوك الشريحة تيفيها الألياف نعم دوك الناس يحاول هداك السكريات البيضاء تتحيد لي البيتامينات اللي كانت في الجسم ديالي سلمي عليها للإيمان سلمي عليها الحجة دوك قاعد تيشوفنا مرحبة بي قاعد تيشوفنا تبارك الله عليه وقاعد تيشوفنا يدي معينه وقاعد تيشوفنا تنقولولي رمضان مبارك سعيد وقاعد تيشوفنا تنقولولي لتال Nissan tire kiwin وكل شئ وكل شيء وخبار فرسكم والحاضر يبلغ الغيب ويها غالية دوك قلنا بأن السكريات المشكلة التي يت Londres اربع OFFICER المشكلة تليلت في السكريات هو أن السكريات البيضاء التي لا Fikum سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي هذه الفيتامينات مرحبا لأخواننا بفاطمة بغداد من الجزائر مرحبا بقعن دول العالم اللي كينين معنا سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي شكرا عمر شفا لدعاء شكرا أخي حسان شرب 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 شكرا فكرت هنا لأن نسيتها قبل قلنا بأن استهلاك المفرط حسان شرب يشن السكار حسان شرب حسان شرب حسان شرب حسان شرب حسانش الحسان تقرأ الشرح في السكار هو استهلاك المباشر أترى الإستحلاك غير المباشر وهنا أبthrough們 على الكثير من هذه المسئلة الإستحلاك غير المباشر للسك poo أصعب أن الإستحلاك مباشر وليس من ان أنه له الإستحلاك غير المباشر حين ف lithium إنه هو السكو جيد في المشروبات السكرية رجل في البسكو開始 أو بنبلي أو الحلويات هذه هذه كم böl büy TariqN republic cashorn دخلو السكر جلسي ديالك. وكنا هدرنا ذلك نهار وقلنا بالنار تناولو واحد لكمية كبيرة بزاف تتجاوز واحد تلاتة وو Kylo في السانة ذي السكر للشخص الواحد تخيلو معايا. كثير من ربعين كيلو في السانة للشخص الواحد. طبي التحال كمية كبيرة بزاف. كبيرة كبيرة بزاف. ذوك هادك السكر البيض ما فيش فيتامينات. مرحبا بفاطيمة ببيض من ليبيا. مرحبا بك. ذوك ما فيش فيتامينات. وبالتالي شم ما توقع؟ عندما تدخلوا الجسم لتحول الطاقة الجسم تجيب ذلك الفيتامينات من مكان آخر وبالتالي فهذه هي قتلية سلبية ونحن لا يحتاجونها سيغطوه الآن، سيغطوه في رمضان، وسيغطوه الآن مع الحجر الصحي نحن لا يحتاجون مكونات غذائية التي تفقر لي جسم الفيتامينات لأن الأغلبية للناس، ما توقع لهم؟ الأغلبية للناس تنعانيهم المشكلة في مجموعة المكونات الغذائية ومجموعة الفيتامينات هذا كالنقص، إما تكون ناتج على النقص في الإدخال المكونات الغذائي إما تكون ناتج على النقص في الامتصاص على مستوى الأمعاء إما تكون ناتج على النقص، أنه تناولوا هذه الأغلبية التي قلت الآن هي غنية بالسكريات التي تتفقد الجسم المخزون من الفيتامينات ومن الأملاح المدينية وبطبيعة هذه الأمور التي نحن غينا عنها هناك غينا عنها، لهذا فالناس التي يفترون بثيفة بالسكريات، والناس التي يتناولون السكريات بشكل كبير أو لناس سكريات بشكل كبير، يحاولون أن نقصوا منها لا يمكن لأنها خطيرة على الجسم، ولأنها مضرة بالنسبة للجسم فالناس لا يمكن أن نقصوا من السكريات السكريات لأنه لا يوجد شيء بالفعل. الناس الذين يقولون لك السكر الأصمر السكر الأصمر لا يوجد مفيد لا يوجد مفيد. أقل ضرر من السكر الأبيض. هذا ما يوجد. أما هو لا يوجد شيء مفيد للجسم لذلك يمكن أن تفادوا. أنا أقول لكم. مثلا. هذا مرة أصدقائها. مثلا. الناس الذين يقومون العسل يزيدون العسل في أتايا ويزيدون العسل في قوة أسرهم لا يوجد مشكلة. يعني يخرجون من البطن. فهو يشرب داخل في الخانة الأشربة. بالنسبة للستيفيا. المحليات الإستناعية أصحاب السكري يقصد نعم لناديها. نعم لناديها زكري مرحبا بك. نعم لستيفيا. لذلك يجب أن تخذ بكمية معقولة. سوف تخذ بكمية معقولة. سوف تخذ بكمية معقولة. كيف لا يريد أن يكون هذه المحليات الإستناعية. سوف تكون بكمية قليلة. لأنه عندما تجاوز الكمية في اليوم أو المدة بعيدة. سوف تقول لي أني مشكلة كذلك. لذلك نحاول ما أمكان الله يجب أن يكون الناس نبعدوا من السكر. نبعدوا من السكر. ونبعدوا من الملحة. سوف تكون سموم قاتلة. نعم في علم التغذية نسميه سموم قاتل للملحة. ونقدرنا عليها المرة اللي فات. لذلك بالنسبة للسكريات نحاول أن نبعدوا عليها. ما أمكان الله يجزيكم بخير. لذلك بالنسبة للشيء وفقر الدم. لكي نكونوا واضحين. الشيء لا يسبب فقر الدم. ولكن ممنوع بالنسبة للأشخاص اللي عندهم فقر الدم. لكي نفهمهم جيد. الشيء هو اللي تسبب لي فقر الدم. الشيء لا يسبب فقر الدم. ولكن الناس اللي عندهم فقر الدم تنمنعوا عليهم الشيء. لكي نفهم الشيء لا يسبب فقر الدم على الأشخاص اللي عندهم فقر الدم. فعلاً لكم على الأشخاص اللي عندهم فقر الدم على السكار. الكوليستيرول والسردين شي يحدث في الأخوات شي يحدث في الإخوان هنا عندي عندي واحد لغوامرك زوين أجبتني HMSML5 أتي بالسكر كنحس بالمدق دياله شكرا لك واخر لإسم ديالك شوية HMSML5 ولكن هذه نقطة ليا مهمة مبغيت نشاركها معكم حاولوا تدوقوا المدق لحقيقة الأغذية سواء كانت عبارة على أغذية بدون سكر أو أغذية بدون ملح والمسألة الصدقوني أن المسألة فقط نفسية أنا دائما أعطي واحد المثال نعطيكم مثال بسيط جدا أعطيكم جوج الأمثلة يلا دا برمدان نديروا الدوب لغوشارج وحدة بتامن الأخرى من تناخده تفحب وحده تناخده بلا سكر من تنخلطه جوج تنفهم تفح واتن انت على السكر فقط المسألة نفسية لدينا نفس المُكونات ن enormين كذلك آ Ener gonna go to your لذلك لماذا لا تستطيع السكر وعاصير تستطيع السكر؟ لذلك المسألة هي فقط نفسية مسألة فقط نفسية يمكن أن نبعده ونبعده بشكل كبير بشكل كبير ورائع وكبير على السكر لا أريد أن أقول لكم سبخيمة كميات معقولة ونفس الشيء بالنسبة للملحة أنا قلت لكم في الأول درندان لأقلت شو ديالكم في نمو؟ نديروا حاجة مسنسة وحاجة ملحة فقط وإنسان سوف يولفها سوف يولفوا بلا ملحة وبلا سكر